بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين باب الإقرار وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو من أبلغ البينات ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها وفي الحديث لا عذر لمن أقر وقد ذكر ابن حجر وغيره أن هذا الحديث لا أصل له لكن ذكره المصنف رحمه الله كقاعدة فقهية في كتابه الأصول الجامعة ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال والله أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نقلته من الأصل وتم النقل في الثالث من ذي الحجة من عام تسعة وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين